حرب الميليشيا على اليمنيين وما خلفته من ضحايا مدنيين بالآلاف تلك قصة والحرب على الصحافة وصحفيين تلك قصة أخرى لها فصول وأحداث مأساوية ونهاية عادة ما تدمي القلوب إنها أشبه بمعادلة في تحدي الموت ما بين نقل الحقيقة والواقع والاحتفاظ بحق الحياة وفق هذه المحددات يعمل الصحفيون في اليمن بعد أن جعلتهم الميليشيا أول المستهدفين وأول المطلوبين بجرم المهنة ومتى ما وجد هكذا واقع عليك أن تعرف يقينا أن هناك انتهاكات جسيمة وميليشيا حوثية الجديد في هذه المعركة اللا أخلاقية التي تشنها الميليشيا على الصحفيين هي استشهاد مصور قناة بلقيس في مأرب الزميل عبدالله القادري أثناء تواجده لمهمة صحفية في منطقة قانية التابعة لمحافظة البيضاء لم يكن القادري وحده المستهدف بصواريخ الميليشيا على المنطقة المحررة حديثا فإلى جانبه أصيب مصور قناة يمن شباب ذياب الشاطر أما مراسلنا خليل الطويل فقد نجى من موت محقق بعد أن حال درع السلامة المهنية بينه وبين شضايا قاتله استشهاد القادري يأتي بعد أسابيع من استشهاد مصور القناة في ريف تعز محمد القدسي في قصف صاروخي آخر للميليشيا على فعالية للجيش الوطني بحضور وسائل الإعلام قبل القدسي استشهد الزميل عبدالله قابل في قصف صاروخي آخر بعد أن وضعته الميليشيا في أحد مخازن الأسلحة إلى جانب آخرين ونجت الزميلة أنيسة العلواني مرات عديدة من قذائف الميليشيا وقناصها في تعز ثمن باهظ دفعت القناة ومصوروها في سبيل نقل المعلومة وانتهاكات ميليشيا تورد قتل اليمنحين بصمت بعيدا عن عدسات الكاميرا وعيون العالم ليبقى السؤال المر إلى متى ستظل هذه الميليشيا ترتكب الجرائم وتقتل الشهود ترجمة نانسي قنقر